قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن استراتيجية الهايدروجين الأخضر تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطع المهم وخلال اجتماع الاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة بانشمارك باور انترناشنال لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس أكد مدبولي أن أحدى الشركات نجحت خلال الأيام الماضية في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للعالم من مصر الهند وهو يعد حافزا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطع من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن المشروع يستهدف مناء منشأة للتحليل الكهربائي باستثمارات متوقعة تبلغ نحو مليار دولار